نعم هذا هو الفعل ربما بالنسبة لروسيا اليوم مدام روسيا انتقالتها من التهديدات إلى الورقة العسكرية الورقة العسكرية كانت كآخر ورقة تقدمها روسيا في تلك المنطقة لكنها في مرحلة دفاع لأنه في النهاية هي الأمن القومي الروسي مدامنا نتحدث على قضية أوكرانيا لأنه بعد 2014 وثورة الكرامة كما نعرف ما تحدث في أوكرانيا اليوم أصبح النظام في أوكرانيا تابع للغرب وبالتالي فهناك تهديد مباشر للأمن الروسي ربما هنا في منطقة المتوسط الورقة التاقة ما زالت مفعالة لماذا؟ لأنه في أوروبا اليوم تحتاج إلى بدائل هذه البدائل ربما هل وجدتها في الجزائر؟ في الجزائر ربما هي تبحث عن البدائل هنا في الجزائر لكن الجزائر في الوقت الحالي تزود أوروبا بالغاز ولكن الجزائر لا تريد أن تخسر شركاءها الاستراتيجيين متمثلين في روسيا والصين وكذلك مؤخرا أيضا تركيا كشرك استراتيجي بعد زيارة الرئيس الجزائري صحيح كل هذه المحدد الأساسي بالنسبة للجزائر اليوم هو محدد المصلحة الوطنية نحن اليوم في الجزائر نتعامل بمنطقة المصلحة ليس بمنطقة العاطفة لأنه فعلا اليوم الجزائر محتاجة لتفعيل ورقة التاقة لأجل البحث أكثر عن مصالح الجزائر الاقتصادية والمصالح السياسية للجزائر اشتركوا في القناة